اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالدعاية الاسلامية الكبير فضلة الشيخة الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة والدين القيم مرحبا بكم ومشاهديك ومستمعين بارك الله في فضيلاتكم جميل هذا الدين الاسلامي ما اعظم من نحن لو لا ديننا من نحن سبحان الله سوائم تتسبح في هذا العالم ما كانون الكرابة به كنا ولم تركناه ما اصبحنا تركناه وكي يعني كان العرب قديما كانت لهم حضارة كانت لهم اخلاق كانت لهم طرق معايش قبل الاسلام قبل الاسلام قبل الاسلام كانت فيهم محاسن ومساوئ كأي مجتمع نعم ولكن كانت المساوئ تغلب قضية الطبقية والعنصرية والقبلية وهذا ابيض وهذا اسود هذا حر وهذا عبد هذا من قبيلة كذا وهذا يباع ويشترى فهذه كان سبحان الله واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا هذا منطقهم فجاء الاسلام فضبط يعني اخرج منهم هذه الاخلاقيات الشهامة والنخوة والمروءة والاسراع في الصريخ وانقاذ المظوم وحلف الفضول فجاء الاسلام فضبط المسألة ضبط السخاء الزائد عن حده الذي يصل الاسراف فاخرجه من الحرص ولم يدخلهم في الاسراف وانما افضل وصف ووصفنا به وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صحيح فالاسلام جاء ليضبط هذه الاخلاقيات ويضعها في اطارها الصحيحة وبهذا سادوا العالم وصنعوا الحضارة الاسلامية لو لم تصل الحضارة الاسلامية الى اوروبا لظلت اوروبا الى الان في ظلمها هذه حقاق تاريخية نحن لا نتكلم من باب المنظرة هذه حقاق هذا استقرار تاريخي يقول لو لم يصل العرب الى الاندلس والى اوروبا في العصول الوسطى لظلت اوروبا على مدى الخمسة عشر قرن الى الان في ظلامها الدامس يعني تاريخ اوروبا تاريخ غير مشرف وتاريخنا نحن لا نستحي منه لانه تاريخ مشرف منذ بدء الدعوة الاسلامية منذ نزول اقرأ ومنذ النور المحمدي حيث عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ انفصلت التاريخ وانفصلت الانسانية الى عالمين عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ هكذا يكون التاريخ لا يجب ان يؤرخ اذا انفضلتك لا تؤيد تاريخ جاهلية وتاريخ صدر الاسلام وتاريخ اسلام التاريخ حلقات متتالية والذين يعني يعني يؤرخون للتحقيب المعرفي اذا انجزت الكلمة جميل تحقيب حقبة يعني الذين يصنعون التحقيب المعرفي من المؤرخين وغيرهم يجب أن يراعوا أن التاريخ حلقات متتالية لا تفصل حلقة عن حلقة فأنا لا أميد إلى لا التفسير الجدلي للتاريخ ولا التفسير المادي للتاريخ أنا أميد إلى أن الحضارة الإنسانية تكون حضارة عندما تقترب من الله عز وجل وتكون عبارة عن غابة موحشة فيها حيوانات تمشي على قدمين يسمي نفسه بالإنسان الحضاري إذا انبتت صلة هذا الإنسان بالله سبحانه وتعالى طب علاقة الإنسان مع ربه تبارك وتعالى بالتأكيد لها ثامرة حينما يصنع صنيعا أمر به الله تبارك وتعالى أو يصنع صنيعا نهى عنه الله تبارك وتعالى يرتكب يعني يرتكب نعم هو يثاب في الأولى ويعاقب أو يأثم أو يأخذ وذرا في الثانية هذا الذي حدث له في أول مرة يأخذ حسنة جميل وفي الثانية يأخذ سيئ يكتسب وذرا يكتسب وذرا الصحابة حينما كانت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى قوية أخذوا حسنات على ما فعلوه فأثابهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة لا بل 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 هم غرسوا شجرة الحسنات فأثمرت حسنات بعدها يذهب ثوابها إليهم وهم في قبورهم ونحن نحن إما أننا قصرنا في عمل الحسنات وأجدادنا من السلف الصالح عملوا الصدقات الجارية ونحن عملنا السيئات الجارية الله أكبر إذن نريد أن نصنع الحسنات الجارية كما فعلها سلفون الصالح يريد ولها سرور ولها استبشار من العبد ولها فرح ولها شرح صد ولها قرب من الله ولها نصر ولها تمكين ولها فضل على الفرد وعلى المجتمع جامل طالما أننا ندور في فلك أخلاقيات لا إله إلا الله من ضمن هذه الأخلاقيات أو ثمرات هذه الأخلاقيات السرور بالحسن السرور بالحسن هي شعبة كبيرة من شعب الإيمان فالحديث عن الحسنة وكيف تصنع وكيف يتمثل الإنسان فيها رضا الله وفضل الله وكيف يخلص فيها النية لله ويبعد نفسه عن الرياء والعجب فيها أكيد يبقى هذا إنسان اختير له الخير واختاره الخير إذا اللي يكون موضوعنا في هذه الحلقة السرور بالحسنة أهلا وسائل مرحبا بارك الله هذا شيء طيب بارك الله فيكم إذا مشاهدين الكرام مع دعالي السلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نسبح معه ومع حضرتكم في السرور بالحسنة كيف نكتسب الحسنة من لدن الله تبارك وتعالى وهذه الحسنة مكتسبة أم هي مقدرة من عند الله تبارك وتعالى وكيف اكتسب أسلافون الحسنات الصالحات الباقيات التي يذهب أجرها ثانيا وهم في قبورهم كيف نتخلص من السيئة ونذهب في أحضاني الحسنة هذا ما سوف نطرح مع حضرتكم على بساطة البحث في هذه الحلقة من الدين القيم مع الدائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نوصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا كنا الكرام ومستمعين العزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلتكم ومن شعب الإيمان السرور بالحسنة بداية ما هي الحسنة أحمد الله رب العالمين وأصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة هي كل خير حضنا رب العباد عليه وحثنا عليه وأمرنا به وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يصنع الإنسان شيئا باتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فيثاب عليه في الدنيا وفي الآخر هذا يعني مجمل ما هي الحسنة كل شيء جميل أمر الله به شوف الله عز وجل لم يأمر الإنسان إلا بالشيء الجميل ولم ينهى إلا ولم ينهى إلا عن الشيء القبيه ومن كرم الله علينا كأمة مسلمة تركنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والمحجة هي الطريق الواضح المحجة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها الليل لا يكون إلا في ظلمة المعصية لكن الإنسان الذي في إشراقة النور وفي الإهاب النوراني وليس في الإهاب الترابي حياته كلها عبارة عن شمس مشرقة تجعل الطريق أمامه واضحا فلا تقترب منه الأفات ولا تحد به الخفافيش ولا تحد به الثعابين وإنما هو سارك في طريق الله عز وجل لأنه لا يرى إلا الشمس ولا يرى إلا النور ولا يأتي النور إلا من الحسنات يعني شجرة الحسنة لما تصنعها تجد القلب قد أضاء فماذا يصنع العبد؟ يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل عندما يكون نقرأ النصوص والنوافل والنوافل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذن أحب شيء أنا أتقرب به إلى الله أن أعمل ما افترضه عليه ده أول شيء لأنه رقم واحد لأن النوافل والفرائض عامل زي رأس المال والربح لا يخلص لك الربح حتى يخلص لك رأس المال من رأس المال؟ رأس المال الفرائط والربح؟ الربح النوافل لا يخلص تاك الربح حتى يخلص تاك رأس المال لأن رأس المال نفرض أنا علي ديون أجيب الربح أسدده في الديون لكن لازم يقول رأس مالك هو فرائض الله عز وجل إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائضا فلا تضيعوها ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان وفي رواية غير نسيان فلا تسألوا عنها هكذا قال لنا صلى الله عليه الصلاة والسلام التعبير هو إيه؟ يسموه ليس الفراغة بعض العلماء يسموه الفراغة تشريعي أنا أتوقف عند هذه الكلمة لأن ليس هناك في الدين فراغ تشريعي وإنما ترك ما يجتهد فيه المسلمون لأن الاجتهاد وهو مناط القياس في وصول الفقه درجة من درجة تشريع فبالتالي سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان أو غير نسيان لأن أشياء سكت عنها خلاص لا تسألوا عن أشياء انتو بدلكم تسوقوا فانتظروا حتى يأتي بإيه؟ حتى تأتي المشكلة فإن جاءت موضوع لا الحال مسبقة لا تتعجلوا ليه ليه؟ لأن الصحابة قلت أسئلتهم لرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم طبقوا الإسلام فلما طبقوا الإسلام ما عنت لهم الأسئلة؟ عنت لنا أسئلة لما اتعادنا عن النور إذن كثرة الأسئلة بمقدر الاتعادة؟ دليل على الضلال العبد أو بعناء يعني الصحابة لما تجمع يسألونك 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 ثلاثة عشر سؤالا فقط بس يسألونك عن الخامر والمجل قل فيهما إثم كبير وما نفع للمجل يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العر يسألونك عن الأهلة قل هيما وقيته للناس والحال يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيهن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذه الثلاثة عشر بس لماذا؟ لأنهم شغلوا أنفسهم بتطبيق الإسلام فما عنت لهم عقبات يسألوا عنها الإسلام تطبيق وليس نظرية؟ لا لا النظرية دي نظرية الفلسفات الحديثة أو الحضارات أو ما يقال عنها أو الفكر وأصحاب الفكر ذلك أنا أتوقف عندك مفكر إسلامي يعني مفكر إسلامي هي تمنح كثيرا يعني طب يعني ما أنا مش يعني يعني يفكر في النصوص يعني وده ما إحنا إحنا التفكر ده فريضة يعني التفكر فريضتي وفريضتي لا تقتص عالما معينا ولا ولا عميا لا لا العوام والخواص عليهم أن يه يتفكر هو كده قومين يتفكرون صحيح أقول الألباب وتفكرنا في خلق السماوات ليه هما أقول الألباب؟ عشان هما يتفكر يعني مفكر نحن مطالبون بالتفكير لا يمكن لحد فينا مفكر اللي خلى الرجل الجاهل قال أنا أفكر إذن أنا موجود لا ده احنا نقوله من ده ده أنت خطأ ده أنا أفكر لأنني أطبق فريضة كفريضة الصلاة جميل فالتفكير فريضة نعم فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل أحد ما تقرب به العبد إليه ما افترضته عليه حالا إبن أنت الفرض تعملته وما زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب حرص طيب طيب إيه الثمرة نبتع أول ثمرة من ثمرة الحسنة طب إذا صنع الفرائد لا يحب الله يعني حب الله مشروط بالنوافل لا إذا صنع الفرائد فقد إيه حقق المطلوبة منه فقد حقق إسلامه الذي يجب أن يكون عليه عشان أفرق بينه بين غير المسلم أن نعمل الفرائد يعني ما جيش أنا أذكرك ابني أقول لك إيه والله أسكت أحمد ابني يصلي الفجر فهذه مش تذكية هذه الآن تذكية لا لا ما شاء الله يصلي ده يحفظ عاصم ما شاء الله يصلي هذا ضياع هوية الأمة سلم يا رب يعني ما يوجد أشياء يعني ما يوجد أقول إيه محمد خالد تخيل إنه يتنفس وعنده شهيق وزفير ده صعب وأنه يأكل ويشرب ويجلس ويتحرك أن تعمل الفرائد إذن ما هو الحد الأدنى للمسلم أن يصنعه في الشراء الإسلامية لكي يقال عليه أنه مسلم أن يفعل الأمر ويجتنب النهر هذا الحد الأدنى وإلا ما قبلناه وإذا ما سمع الأمر ما يجتنب النهر إحنا أنت بتحط مقيس ما إله إلا الله عجيب بتحط مقيس صحيح هذا مقيس هذا الحد الأدنى هذا هو المقيس أن يأتمر بما أمر وينتهي عما نهي كان أحد الصالحين اللهم إني اعتمرت بأحب الأمور إليك وهو التوحيد واجتنبت أسوأ الأمور عندك وهو الشرك فاغفر لي ما بينهم الله جمعهم يا إن شاء الله فبين هذا وذاك المسألة بهذا المنطق هذا هو الحد الأدنى للمسلم الحد الأدنى النوافل يزداد بهذا رجاء يعني يجعل رب العباد يدخل محبته إلى قلبه فما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه الله سبحانه وتعالى يحبه يحبه فمحبة الله تدخل في قلب العبد طبعا لأن ربنا قال إيه يحبهم ويحبون رضي الله عنهم وردوا عنهم ذاكي ابن مسعود قال إيه قال ليس العجب من يحبون لكن الأعجب من يحبهم ليه لأنه علد قال قال ليست القضية في فقير يتودد ولكن الأعجب من غنين يتحبت سبحانه الله هذا تقربنا إليه شيء طبيعي أنا محتاج والغني عمرك شوشت غني يربط على كتف الفقير بعد إذنك الله يرضى عليك وأدعي لك بالخير أن تقبل هذا المبلغ الله يرضى عنك تعالى أجيب لك بيت وعشان أسترك صحيح بالعك سبحان الله فشوف الغني يتودد وهو أغنى الأغنياء قال أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أشد الأغنياء عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكون هنا حاجة لي أهل ذكري أهل شكري أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لو قدرتهم من رحمتي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم ومن لم ياتف فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحمهم من الأم بأولادهم لا يعني أعزم فلتك على الكاميرا لأستاذ المشاهدين وبيهدوء حتى نستمتع بهذه الكلمات هذا عنديك قدسي نعم فيما روي وإن كان يعني في سنديه خلال لكن تقويه أثار أخرى نعم إني والإنس والجن في نبأ عظيم نعم أخلقوا ويعبدوا غيري يا الله أرزقوا ويشكروا غيري خيري إلى العباد نازل وشروا العباد إلي صاعد أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنهم وتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي أهل ذكري أهل شكري أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد والسيئة عندي بوحدة وقد أعفو وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها من جاءني منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواهي بهذا المنطق لما يعني يخترب بنا تبارك وتعالى هذه الكلمات التي تدل على التودد والحب للعباد وهو في غنى عنهم لأنه كتب على نفسه الرحمة ومن ضمن دلائل الرحمة أنه أخبرنا أنه كتبها على نفسه ما طلبها أحد كتب على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة لا حسنا تخيال وما طلبها أحد سبحان الله فهذا القضية أن العبد يستحي لما يجد الرحمن الرحيم يتودد صحيح فأنا أعمل الفرائط وبعدين أتنفل أتنفل أرزق محبة الله حلاص وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه طيب إيه ثمرة المحبة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورده التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينا وإن استعاذني لأعيذن طيب الله أكبر يعني إيه كنت سمعه الذي يسمع به يعني لا يلقي رب العباد في سمعك ولا يحبب إلى سمعك إلا ما يرضي رب العباد أن يسمعه يعني يبغض إليك مزامير الشيطان يبغض إليك الغيبة يبغض إليك الخوض في الأعراض يبغض إليك النميمة يحبب إليك إيه قرات القرآن الله لا أريد إلا هذا والحجاب بيننا وبين هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يعني لا يستطيع عبد أن يلزم أنه من تلقاء نفسه يبتعد عن هذه الأشياء أن يستعن بالله في البعد عنه لا هو سبحانه الله العظيم طالما أن العبد قام بالنوافل فأحبه الرحمن الرحيم فلما يحبه يخذف النور الإلهي في قلب العبد فيشعى هذا على جوارحه الجوارح تأخذ من القلب فالقلب يخذ الأذن في معية الله ونعم بالله العين لا تقع حتى حتى ربنا يسد في وجهه باب المعصية الله أكبر يسدها لأنه العبد طالما أكرم نفسه بالالتزام بأوامر ربه يكرمه الله بأن يقربه على بابه يعني أقول لك في معنا جملة اعتراضية حليمة السعادية تقص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذته عليه الصلاة والسلام بعدين رأيت منه عجبا رأيته يرضع ثدي الأيمن فإذا أعطيته الأيسر يأبه سبحانه الله فلما تكرر ما تكرر منه هذا الأمر اكتشفت حليمة رضي الله عنها أن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مواطف بما وضع الله في قلبه من نور يريد أن يبقي الثادة الأخر لإخوانه من الرضاع الشيماء وعبد الله لا إله إلا الله حليمة تقول هذا تكشفت أن هذا الكريم هذا الطفل سوف يكرم العالم كله لأن الله أكرم العالم به فهو يكرم إخوانه من البداية وأخواته فانظر إلى الذي يكرم البشر فما بالك بمن يكرم رب البشر بتطبيق أوامره يبقى عزيز عند الله ويبقى حبيب للرحمن ويبقى حبيب للرحمن ده السوفيان الثوري يقول يقول يا سوفيان ماذا تصنع يعني لما تكون تعبا متعب كبرة في السن وتعبا يقول أقترب من الطائفين ومجدد يتوفر تكبر خرام حتى يصيبني غبار أقدامهم لا إله إلا الله هو في معياتهم دائما أنهم بس حتى شوية غبار يجي من الإدخير ده سبحان الله وصراحة الدين جمع تراب من الأرض المعركة في حطين وحطها في كيس وقال لما أموت وضع ده تحت رأسي حتى إن جاء الملكان قلت يا ربي هذا تراب داسته سنابك الخير في تحرير بيتك المقدس فعايز يقترب ياخد ريح ياخد شيء سبحان الله شيء كده سبحان الله خالد بن والد لما تقع من على رأس القلونسوة وقل نحظر فيها شوية شعر للرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول في الحديث حلقت فقال شعر وعمل بيت القلونسوة الطقية سلبسها في المعركة في عز معركة اليرموك والمعركة محتدمة وقعت القلونسوة خالد ترك المعركة وترك القيادة بحاثر ليعمل قلونسوة الله أكبر مش عايزين يعني ندخل في بند يقولك الشيخ دخل في إطار دربشة ولا غيره لكن هذا استئناس يعني زي ما يكون يعني يعني أحيانا الوحد يلتمس حتى قلم أهدثه إليه أمه أمه يقول القلم ده عزيز تقوله حلال تقوله كان أمي رحمة تضاعي عليها لها جملة عجيبة تقولها أمي أنت عندك السلوب ده من 30 سنة ساعة تقول يا إبني الذي يبلي الثياب كثرة الظنوب الذي يبلي الثياب كثرة الظنوب سبحانه حجمة بال لأن يورت طب بصة كده على الصالحين كان عندهم كم ثوب وراء مذلك ما كانتش عندهم دولاب كبت مليان ربنا جعلنا من الشاكرين للأسف والله والله ربنا جعلنا من الشاكرين والله لأن لأن الله سبحانه وتعالى قال يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك حسني لما دخل جوار نعم الله عندك دخل لكي لقمة وقع في الأوثقات أمط عنها الأذى كده وسمى الله وأكلها قال يا عائشة حسني جوار نعم إذن نعم الله عايز حسن جوار لا إله إلا ما حسني جوار نعم الله عندك فأنا من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم وقال لما عادت إلي والأكلة الذي يلقى الآن غير الأكلة نعمة الأمن دي نعمة يجب أن نحسن جوارها طب استغلنا نعمة الأمن الذي موجود في معصية الله تزود نعمة الأمن عن البلد كلها يا لطيف الله أكبر ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون قرية آمنة واطمئنة يأتيها رزقها رغض هي عملت إيه الفكفرت بأنعم الله حصل لها إيه فاذا قال الله اللي بسأل إيه الجوع والخوف والعذب الله ليه لأنها ما حسنت جوار نعم الله عندما أمنت لقد كان لسبأ في مسكنهم آية التاريخ واضح التاريخ جنتان التاريخ صفحة واحدة وليس صفحات التاريخ صفحات متشابهة جنتان سبقها يمين وشمال كل ودن بلدة طيبة فلما أعرضوا خلاص سيل العرب والعاذب الله ربي وبدلناهم بجنتيهم جنتين والعاذب الله لأن النعمة تبدل النعمة تبدل إذا لم نحسن جوار النعمة ولذلك أعظم ما من الله به على قريش أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف هذا ما يخشى الإنسان أو البلد أو الجماعة من الناس على أنفسهم من الجوع والخوف الجوع والخوف ولذلك ولذلك أن المؤمن إيه اللي يجيب الجوع والخوف قلة الحسنات كثرة السيئات عشان نجي الموضوع تاني هل الحسنات هذا تجال وتطوف طيب الله يضع عليك هذه الحسنة هل هي من عند الله تبارك وتعالى مقدرة على العبد أم هي مكتسبة من صنيع العبد هي معلومة عند الله لكن العبد هو الذي يقوم بها نقوله توضيح يعني الله عز وجل لا يقع شيء في ملكه دون علمه فهو العلم الخبير ونام بالله لما تسقط من ورقة يعلمها يعني في ورقة في غابة في شمال اسكندنافيا وقعت الساعة الواحدة وسبع دقائق بعد منتصف الليل مكتوبة عند الله كلهم في كتاب مبين سبحان الله قد يتعجب النساء هنا ورقة مكتوبة أه ورقة مكتوبة ولذلك الناس من خمسين سنة ورقة النسكة تتعجب من خمسين ليه؟ لأن الورقة لما نزدت الورقة دي بتعمل عملية تمثيل كولوروفيد لتمثيل ضوء بالليل هي بالنهار تطلع الأكسوجين عملية الناتحة وتأخذ أول أكسوجين الكربون تيجي بالليل تعمل العكس إذا كدائما ينصح أنه يخلوا الورود وشيروها من الغرفة بالليل نعم لعشان أول أكسوجين الكربون طيب فلما يحصل ورقة وقعت افتقدت البيئة جزءا من كمية الأكسوجين الناتج عن هذه الورقة لأن كل شجرة كل شجرة تخرج كمية من الأكسوجين تكفي لتنفس تمانين شخص تمام؟ فلما تسقط الورقة حصل المشكلة فالله عز وجل تسقط هذه الورقة تنبت ورقة في مكان آخر فكلهم في الكتاب المبين ليلة أنه خلق الأرض والسماد في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام من سواء للسائلين فالعبد لما ينسى النعم العامة يظن أنه إيه الورقة لما تقع لكن هي سبحان الله لما يتعود عليها يزهد فيها للأسف الشديد لكن لما يمنع منها يحتاجوا إليه فإذن الحسن عند الله معلومة الحسن عند الله معلومة ويأتي العبد باكتسابه وباختياره وباستقامته لكي ينفذ عم الله في الأرض أم بقدر الله ما هو كله بقدر الله مجبر لا لا الجبر دي قضية الجبر هو مصير أو مخير في اكتساب الحسن لا 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 هي قضية الجبرية دي فرقة أخرى فرقة الجبرية مصير أو مخير لا نحن مسيرون فيما لا نحاسب عليه يعني مخيرون فيما سوف نحاسب عليه يعني أنا مسير في أن أموت يوم كذا ويولد لي ولد في سن كذا وأرزق المال الفلان في ساعة كذا هذا تسير لا اختيار لك فيه لا دخل الإنسان فيه خلاص طيب ولن تحاسب عليه جيد ولن تحاسب عليه طب إذن لنتحدث فيما سيحاسب العبد عليه أنت تحاسب على ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكة وكتب ورسل لا نفرق بين أحد من الرسل فقالوا سمعنا وأطعنا وفرارك ربنا وليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسب طب يأتي العبد هذه الأيام يقول أنا لا أستطيع أن أقلع مثلا عن شرب الخم لا أستطيع أن أقلع عن التدخين يسأل الله ليه بالهداية جميل إذن نفسه لا تستطيع لا تتحمل هو يتصور هذا لأن إيمانه كلما ضعف كلما قويت عليه المعصية لكن العبد لما يستلهم القوة من الله بالضبط ضربنا مثلا من قبل وأعيده مرة أخرى للتأمين لو أن ولدك الصغير ابن الأربع سنوات يعبر معك الطريق نعم وهو ماشي في الطريق أظم الحي فجأة انقطع تيارك وهرباء تماما فالولد حصل له رعب رعيب رعب قال الآن نهبط في حفرة الآن تتهمنا سيارة الآن جميع الهواجس ندوس في بطل كلب يا يددع من شدة تسلم الهواجس أو هجوم الهواجس عليه نسي أن أباه بجواره يحدث نش يحدث شغل نفسه بإيه استسلم لهذه الهواجس نعم فلما عادل تيار الكهربائي تيقن أن أباه ممسك بيده فالخلاص بها هذا النور ولي أبوي ولله المثل العالم العبد في ظلمة القطيعة كالطفل في ظلمة الكهرباء لا يرى أن الله قريبا منها سبحان الله آه تماما فيبتدي إيه يعمل إيه بكرة يفصلوني العمل ولو فصلوني العمل أنا لن أجد مآكل وابني اللي في المدرسة يضيع وبنتي هل تظن أن العمل هو الذي يرزقك الله هو الذي يرزقك وتظن أن زوجك هو الذي يرزقك أبدا الله يرزقك تظن أن كم من يتيم لو كان أبوه على قدر حياة كانوا تفشل كم من يتيم كان صالح وأعظم يتيم في العالم عرفته البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قال أبي أبي ولكن قال ربي ربي فإذن أنا أريد أن أرجع أقول إيه أنه العبد لما يشرق في قلبه قمر التوحيد وقمر العقيدة وشمس اليقين والتوكل على الله وكثرة الحسنات يرى أن رب العباد أقرب إليه من حبل فتحبب إليه الحسنة فيحب يعمل الحسنة تلو الحسنة ومن عظمة الإسلام أن من ثمرات الحسنة والطاعة الطاعة بعدها يعني مثال أروح المسجد قبل الصلاة بخمس دقائق أول شيء أصدر بك حكين هذه حسنة ونريح الخطوة نفسها حسنة تحط عني سيئة ارفع عني درجة من ذهب إلى الصلاة إلى أن تقام الصلاة فهو في صلاة إلى أن تقام الصلاة من تطهر في بيته وجاء إلى بيت مولاه فرب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبون إن قوما يحشرون يوم القيامة كالأقمر ليلة التمان يبهرون بنورهم أرض المحشر يقول من هؤلاء قالوا هؤلاء الذين كانوا في المسجد عندما أذنا مؤذن سابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم أما التينية المشئوا في مناكبها ولا تمشي في الأرض مرحل صحيح أو هكذا في الساعة فقضية الحسنات معلومة عند الله سبق في علمي أن العبد سوف يصنع كذا أو يتقرب إليه فسهل له الطريق هو طرق الباب ففتح له بس إذن هذا البداية من عند العبد لابد لأن يعني لا نجلس ونقول يا رب لا 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 يا رب خلينا نمتعي عن التدخين زي يقول استخدر لازم نشغل ربنا عندنا لا 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 يا رب يعمل لنا كذا يا رب يعمل لنا كذا هذه حلة يعني كان رحمة الله محمد إقبال المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدر المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر يعني يا فسا يقول يا أخي والله عملك زي بزبط البيوت مالك يا فلان اشكت يا سيد الشيخ أنا بيني وبين زوجي دايما صراء معمولين عمل والله ده أنت عمل أصلا أنت عملك والعاذب الله لا أسأل الله أنت نفسك عمل معمولك عمل إيه أنت عملك أسود أصلا سبحان الله لكن القضية عايزي دايما إحنا كعرب ومسلمين حكاية الإيه الشماعة دايما عندنا يقول لك نظرية المؤامرة هي مالك يا عام والغرب يكرهنا ديه هو الغرب يكرهنا أمر طبيعي لكن نحن لو كنا مسلمين بحق لا دخل الغرب وفي دين إلهي أفواج زي ما عمل مع أجدادنا صح ما هي القضية مش القضية مش لا إحنا بنت دايما إيه إرميها عند الغير يقول لك أخي الحكام يقول لي أخي الحكام من أعمالك يقول لك يبقى العلماء لا حاول أو أنت لازم ترميها عند حد تبو أنت فهذه القضية فالعبد لما تحبب إليه الحسنة يبقى هو لطرق الباب ففتح له بنقيم له تعبير لطيف يقول طرقت على الله الأبواب كلها فوجدت عليها كظيظا من الناس عدد ضخم شوف شوف رؤية الرجل الصالح يعني يقولي يا أخي ما في خير في الدنيا ولا خير في الزمن بنقيم كان في القرن السادس كان يعني أو السادس قرن يعني كان قرن متعب شوي لكن سبحانه الله وجدت كظيظا فرأيت قلة من الناس على باب الذل لله رب العالمين فرأيته أقرب الأبواب إلى الله رأيت قلة من الناس على باب الذل لله لله أصحنا إيه إحنا للأسف وصفنا ربنا أن إحنا أذل على المؤمنين أعز على الكافرين لا إحنا بلاجنا نكون أذل على المؤمنين مش أذل هو ربنا وصفنا بأننا نكون أذل أعز على الكافرين لكن إحنا عاملين إيه أعز على المؤمنين أذل على الكافرين الحبس والطرد والاعتقاء والضرب فيه 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 وتشويه للناس سبحان الله هذا بقى من بني جلدتنا طب هذا بقى الذي اغتصب أرضنا خذي عم تعمل في إيه أحلى والسحرة جميل ويستحب لا أحاول ولا أخوة هذا يعني تجسيد لمسألة الذلة والعزة على المؤمنين والغير المؤمنين هذا التجسيد نتيجة قلة الحسنات أصلا أنت لما تكتل من الحسنة ينار لك بنور الله نحن أن نعتمد على أنفسنا يعني نور الله سبحانه وتعالى ومعاية الله الظروف تبدلت وتغيرت لا تتغيرت لا 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 ما لقيصر لقيصر وما لله لله لا لا نقولنا من قبل أن ما لقيصر لله وما لله لله فلا شيء لقيصر ولا لكسرة قيصر وكسرة هما ملكون لله أنتم أعلموا بشؤون دنياكم لا شؤون دنياكم آه مش قيصر وكسرة قيصر وكسرة دخلنا في الحكم ودخلنا في الإمام الكبرى دخلنا في رعاية الحقوق ودخلنا في رعاية الناس ودخلنا في تقوى الله ودخلنا في قضية حرمة المال العام دخلنا في قضية العدل والقسطس والرحمة قبل القانون والشرع يضبط كل هذه الأشياء يضبط كل الإقاعات بكلها بس حقيقة فهمنا للشرع طيب برك الله فيكم هل الإنسان مجبول بفطرة خلقته على حب الحسنة واجتلابها أم هو من تلقاء نفسه يسير إليها ويحاول أن يكتسبه لا لا فطرة الإنسان مجبولة على حب الخير أصد الفطرة والنفس الإنسانية مجبولة على حب من أحسن إليها وقرهات من أساء يعني أنت لو أحسنت إلى هرة معينة تأتي كل ما أتراك تهزد ذنبها تهزد زي الله إذا أحسنت إلى كلب عقور لا ينبح عليك لأنك تطعمه النفوذ جملت على هذا وخلان سيدنا عمر يقول اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى أحب لا إله إلا الله مش عزي يحب واحد فاجر بس بتخليش يعمل فيه معروف أطلع عمل فيه معروف أطلع أحبه شف شف اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا أحبه أجد نفسي مضطر لحبه وأنا مجبولة لا أحبش فاجر وإذا أحشر ما من أحب قاومة ذي حشرة معروف حقيقة؟ حقيقة؟ طب يعني لنهبط في الواقع هناك مثال يقول مثلا الأطل ما يحبش اللخناءه ومسألة التحبيش في العلاقات الأسرية تحديدا عشان تزداد المحبة وتزداد القرارة يعني كيف نضبط هذا الأمر المجتمع في سياقية الشيء؟ لا لا شوف شوف المشاكل التي تحدث في الأسرة هل هي مفتعلة؟ عحيانة الناس تفتعل عحيانة تكون مفتعلة مفتعلة يبقى الله لا يبارك في هذا البيت إذا افتعلته أنا دون جريرة يعني نبئنا أولي ونبئك مثله خبير دا فعضتك ماشاء الله الله يكرم في علم الاجتماعيات طيب لك فعون طويل يعني يعني قضيت أنا أنظر إلى هذه العوان التي عندي هذه الأسيرة مش إنهن عوان عندك صحيح خلاص طيب عوان يعني أسيرات أسيرات الزوجة أسيرة طبعا هتستطيع تأخر بدون إذنك؟ هو الآن تخرج يابني خلينا نشوف يابني ما تكلمش على السفناءات خلينا نكلم على القعدة من دين الله نعم نحن نتكلم في الدين القيد نكلم الآن في شعب الإيمان صحيح نكلم في الحسنة وهذا كلام يوجه للزوجة حتى وإن كان القانون الوضعي يعني يخولها أنها تسافر بدون إذن زوجها أنا ما أرقم الوضعي لا وجه لها نداء عبر الشاشة الشريطة الفضائي إلا عندما نصبنا من ذوات أنفسنا قوانين دائما قوانين الوضعية عاملة زي الأدوية لها أعراض جانبية لكن القانون الإلهي ليس له أي عراض جانبي ألا يعلم من خلق بلى بقى خرص بقى خرص فهو القضية أن سيدنا علي يقول إن النساء عوان عندنا فلينظر أحدكم أين يضع أسيرتها يعني تخذ بنته يعني هتحط بنتك عند مين عند واحد بخيل عند فض غريض القلب عند مليار دير ولكن يعني تقابله بطلب وعند طريق السكرتاريا يعني عندما تريد دعوه اجتماعه ولا أخذي موعد من مكتب السكرتاريا مثلا مثلا فقضية افتعال الأزمات داخل البيوت بتجيز غياب الحسنات ما هو لما تغيب الحسنات تضع مكانها ايه يا الشيطان يا السيئة صحيح ما هو وكلهما أسوأ النفس النفس إن لم تجعلها بالحق شغلتها بالباطل والزجاجة إن لم يملأها شيء ما لها الهواء والنفس الإنساني إن ما بلأهاش الخير يملأها الهواء مش الهواء يملأها الهواء وقت ساعة الهواء واتخذ إلهه هو هواء خرص آخر خرص يسير كريشة في مهب الريح لا يحقه حقا جبلته مخلوق على الحسن على حب الحسن مخلوق على حب الخير يولد المولود على الفطرة قال العلماء لو جئنا بمخلوق لم يرى لا التلفاز ولا شيخ ولا مسد ولا معلم ولا مدرد وتركناه في الصحراء أو في الغابة لنشأ موحدا سبحان الله وإن أحسن أحد إليه سبحان الله العظيم ما الذي يجعله يتجه إلى البعد عن الحسنات وأن يرتمي في أحضان السيئات هو لما يستمر قسوة القلب قسوة القلب كيف تأتيه يستمر يعني يتعوت استمرأ الشيء أنا أتعود عليه يعني كل يوم أستمر أن أنا نام لغاية الساعة الثامنة صباح ولا أساقط قبل الفتن استمرأته هذا وتعود البدن على هذا والبدن يحب الراحة قال يا ابن القيم كم تتعب بدنك قال إنما راحته أريد أنا أقوم الليل وأصوم النهار عشان راحته بعد كده راح الأسلق الأصلية طب أنا استريحت شوية وبعدين قمت الشيطان بل في فمي وبل في أذني والرزق منع مني خيره وقمت منقبض الصدر لكن لما يستمرأ القضية لا يقوم منقبض الصدر ولا غير لأنه صدر منقبض أساسي أصبح يقول لك إيه أنا في نعمة وفضل يقول تعال 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 أنت بتقوم دليل ولا وركتين يقول لا طب يصل الصبح في وقته يقول لا طب أحيان بتصوم غير رمضان يقول أبدا طب في صدقات بتقول أبدا طب حب يديك من لساني أو أنت مش في نصيبة أنت عايش ومصائف الله وانت عايزي ما هو قال يا ربي أذنبت ذنبا وما رأيت مغبته ثمرت يعني فرأى النبي في الرؤية أحد الصالحين يعني يا رب أنا عملت ذنب عاقبة في سريع فرأى الرسول في ربي يقول له يا أبا عبد الله أأنت خاشع في صلاتك كما كنت قال لا قال وهل تريد ذنبا أكثر من هذا انت عايزي الله أكبر انت مش خاشع في الصلاة عايزي فالقضية بهذا المنطق طيب فأنا بطبيعتي مجبول على حب الخير طيب إذا نشر إنسانه على هذا ووجد نفسه بعيدا عن اكتساب الحسنات وهو مرتمن في أحضان السيئات ويريد أن يعود إلى أصل خلقتي وهي حب الحسنات وتحصيلها هل هناك عقبات تقف أمام تحصيل الحسنة الله يرضى عن صديق الأمة قال إني بليت بأربعين سيدنا أبو بكر نعم إني بليت بأربعين ما سلطوا إلا لجلب مشقته وعنائي إبليسه والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي الله أخير شخص داء حرب الأربع جهات إبليس والدنيا ونفسي الهوى تعال لكل واحد أنت لما معذرة هذه العقبات التي تقف عنها التي تمنع الحسنة التي تمنع عنك إيه؟ أصل الحسنة عند أرباب السيئات يجوز هذا التعبير يعني الحسنة عند أرباب السيئات ثقيلة تحصيلها؟ تحصيلها والسيئة عندهم محببة وإن فاته السيئة فرح حزن يحزن كثيرا صار سبحانه ده مش يقوله مش يضع عليك نصف عمرك يقوله خير وانا مش يتفرح بالأمس جابوا الرقصة طب يسدي عبالي النصف الثاني إن شاء الله خلينا نستريح منك فتخيل أنه مقياسه إيه؟ هكذا يحزن إن فاتته المعصية ويفرح إن حصلها أما لما ربنا يتبع ليه ويحبب ليه الحسنة لما تفوت الحسنة يحزن عليها وزيد الخيل عمل إيه؟ زيد الخيل جاء من اليمن وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتك قاطع عن الطريق في ستة في أيام ونحن نقطعها في عشرة إذا رجل جاي على إيه؟ عجل على عجل قال ولم جئت؟ قال لي أسألك سؤالا واحدا يمن اليمن للمدين عشان سأل سبحان الله سبحان الله قال ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيلة قال بل أنت زيد الخير زيد الخير ها أنت زيد الخير ما سؤالك يا زيد؟ قال يا رسول الله أنا أريد أن أعرف علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد فين أهل الحسنة؟ وفين أهل سأظن السؤال واضحة ها هذا السؤال رب يريد من ولا يريد من فإذا بالرسول يفاجهنا كطريقة التعليم المبتكرة قال بما تشعر أنت يا زيد انت شعورك إيه يا رجل طيب اللي جاي من آخر اليمن عشان تسأل السؤال فقال أنا يا رسول الله أحب الخير وأحب أهل الخير وإن فاتني الخير حننت إليه يبقى أنا أحب الخير أحب أهل الخير ولما الخير يفتني أحنله سبحان الله قال هي هي بعينها يا زيد ولو أرادك الله للأخرى لما وفقك في الأولى الله الله يبقى إذن طالما أنت رجل الخير ولذلك مش إحنا ما قلنا من حلقتين ثلاثة لما ذكر عمر بن عبدالعزيز طرفا كان بيحب الخمر والنساء قال والله أما أنا فما حببني في الدنيا إلا ثلاث الجلوس بين أيدي العلماء لأسمع كلمة طيبة من كتاب أو سنة وأن أزاحم أقواما ينتقون أطيبة الكلام كما ينتقى أطيب الثمر وأن أعفر وجهي بالليل لله سجد فصل قصير ونوصل لفضلاتكم مشاهدين الكرام ومستمعين العزاء نوصل بعد هذا الفصل كونوا معنا مشاهدين الكرام ومستمعين العزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحم بالدعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم إذن العقبات التي تقف أمام الإنسان تعالى نشوف العقبات دي حجمها إيه عشان ما احنا كده خوفنا المشاهدين والمشاهدات أبو باكر والإبليس والدنيا ونفسه والهوى طب يعني حفيد أبو باكر ماذا يقول أولا يعني إبليس ما إبليس بقصة صغيرة ببانطوخ صغيرة هو الشيطان من الشيطان له كيد كيد الشيطان ضعيف خلاص فإذا غالبان الشيطان فإيماني أضعف يبقى نصب فيه قالوا يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان خرام الشيطان خرام الشيطان الشيطان اللي مجد قال أطيع فما نفع وعصيا فما ضر لقي مثلا إلا أطاعوه ومشو أرى ودن فيه جهنم وحور وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فستدلتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي إني كفرت بما أشركت أمني من طب موقف عجيب كمثل الشيطان قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف فالله ربنا على منك فربنا قال فكن عاقبته ما في النار أنهم خالدين فيه هم الاثنين هم مش ناجر لا فإذا الغرور يعني ليه الغرور يغرق ثم يضرق هو يغرق الأول تعال يا راك بص بصة كده شوف شوف الشكل الجميل اسمع الأغنال الجميل وهذه يا رجل ورش ساحت الحظ بالتعوات يرجل دي لعبة بريئة يا عم من قال لك أنه ما يسر يا راجل اسرح بس شوف تعالي نقطة قاعدة مع بعض يا راجل وهكذا عادة تحظ وفرفشة وعادة أنس وتتعوات هذا الغرور تمام ثم يضرق يضرق ثم يضرق فكان عقبتهم أنهما في النار خلاص وانتهى الموضوع على كده طيب يبقى إذن إيه يبقى إذن قادة إبليس فأنا أحجمه بإيه أنه كيد ضعيف يبقى كيف أحجمه كيده ضعيف علي أم بالنسبة لقدرة الله تبارك الله لا 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 وقدرة الله لا يساوه شيء لكن هو كيده ضعيف بالنسبة للمؤمن نحن منقول الشيطان شاطر لا الشيطان شاطر بالنسبة على الأهبل اللي غره إذن المسلم الحق اللي يقول الشيطان شاطر لا شيطان شاطر شيطان خائر فعلا لا شيطان سبحانه مش ربنا أقول وقد خاب من افترة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها طيب الشيطان مش من ضمن دساها يبقى خائب وأولهم الزيور أقول سعى الشاطر إزاي أنا أسميه بغير المصطلح الشرعي لا صحيح خاب من حمله وزرع بس خراب وهو أبوزار وهو ده مش حمل ده وزرع الله على فضلتك ربنا بارك فيك صحيح هو خائب هو خائب لا أخضر زي شاطر صحيح خالر نفتر المؤمن اللي شاطر المؤمن اللي شاطر لأن المؤمن كيس فطر أذكى الناس أذكى الناس سبحان الله المؤمنون سبحان الله عرب من ذكاوا إيه مثلا تهيوالك شاب صالح كلا إيه ذكاوا وهو يخطب البنت الصالحة من البيت الصالحة أقول الله يرد ذكى ذكا شوف بيؤسس له في الدنيا وفي الآخرة بيؤسس له راحة النفس هدوء الباز كيس فطن هو الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموضوع هذا مناط الكيس ما كيس ليه سبحان الله سبحان الله نعم الأكياس الذين قاموا الليلة وصابوا النار هذي أكياس شوفت أكياس كيس 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 كيبه أكياس بزورش أكياس لا بلاش أكياس يا سيدا ما رجل كان بيأخر عين اللي مندوله خطب عشان يخراها المؤمن كيس قطن قال له لا كيس انفطر المؤمن كيس قطن كيس قطن عمره ما كيس قطن فهذا الشيطان إبليس ضعيف إبليس ضعيف أمامة أنا أقولك شي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدامي في العروق فضيقوا عليه فضيقوا عليه المجال بالصياء بس كيس كيس بأني أنت عم بالدخل حل ومش يجري هو بجد لا هو أنا اللي بفتحه الفتحة أنا اليوم مثلا مثلا نفرض أن البيت يحيب به نحل أو ذباب أو 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 دبابير أو جراد أو 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 وأنا مغلق النوافذ والفتحات ولا نفتح البيت خلاص بمعصية بنوم عن صلاة بتقصير في حسنة بعدم صناعة الخير بعدم وجود النور مش السيارة نضع لها البترول حتى تسير طيب والماكينة يضع لها تيارة كهرباء وإخواننا أولادنا المصورين دول وضعين الفشة الكهرباء عشان الكاميرا تعمل القلب لا يعمل إلا بذكر الله وبكثرة الحسنة فلما تشغله لكن أنت بشغله لكن مدخل الشيطان سعاتي يأتي بشيء عابر لا يلتفت إليه الإنسان وهو المؤمن مغلق عليه دايما الباب لأنه كل حركة للمؤمن هو في معية الله ما هو كيس فاطم نعم وإلا ما يبعى سبحان الله هي حرب بين الشيطان وبين بين الإنسان ولكن هي حرب محسومة إذا اتقيت أنا رب العلاء ليه إذا سجد العبد خانس الشيطان إذا ذكر العبد خانس الشيطان إذا سجد العبد وقال ولل الشيطان يا ويحي من هذا أمرت بالسجود فأنا أسد وأمر بالسجود فبما أغويتني لأزينن أو أقعدن هذا يعني جميل على مدار الحواب بين إبليس وبين الله مجرد تزيين لكن المؤمن يرح وأقعدن يقعد لا وما أره ما يقعد ما يقعد ولأتي أنهم ويجير من يمينه ومن شماله من فوق ومن كل ما فيش من فوق من يمينه والشمال وأمامه الخلف ليه ليه هعمل عليه كل الحبال دي كلها لكن أنا لو معي الكشاف هو الشيء عمل دي كله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ما يطعب طب ما ينفعش ما ينفعش بله بلاش لما يجيوا دي احنا عاقب العشرة دول اللي جاعدين في الصف الدراسي بس خلي بالك الوالد الأول ده أبوه وزير التربوية التعديل فالمدرس إيه يتراجح شوية يقول إيه الله يعني طب لو ضربناه الوالد ده مش هنضربه طب أقول لك احنا بلاش نضرب الصف كله إكرام اللبنين لبن الوزير طب ولله المثل الأعلى لما يكون ده بها عبد لله العبادة لنا وهو عبادة الرحمن قد أفلح المؤمنون الله أفلح في إيه أفلح في الدنيا أفلح في الآخر نعم فاشتطاني زي من الحسن البصري قال أطيع فما نفع عصمة وضر هذه أول عقبة نعم إبليسه والدنيا الدنيا تعال الدنيا نعم الدنيا للعبد الصالح ما الدنيا مزرعة أنا ليه أخو منها السيء الدنيا فيها شي جميل أكبر شي جميل هو إيه هي الدنيا مخلوق لله آه طبعا آه نعم سلامه الله لأنها مرحلة من مراحل الحياة فالدنيا الدنيا مسماها أنها أقل دنيا بأن عكسها عليا صحيح صحيح خلاص لدينا المراحل الأمر الثاني سيدنا علي ماشي مع الحسن والحسين فليه جيفة حمار عزك الله منتنة والكلاب تنهش قال يا حسن يا حسين هذه هي الدنيا وهؤلاء طلابها فإن أردتم أن تنهشوا منها كما تصنعوا الكلاب فكونوا كلابا لا رطيك تشبيه عجيب عشان يأخذ في الحقيق ينخل قريب الباب بتاع الدنيا تماما مرة ثانية جيفة ميتة هذه هي الدنيا الجيفة المنتنة بس لمن؟ لعليين وبنيين وللصالحين لأنه يروها على حقيقتها إذا تكشفت الدنيا تكشفت عن عدو في ثياب صديقي ومن يأمن الدنيا يكون مثل ممسك على الماء خانته فروجه لأصابيع ما يوه خلاص انتهى الموضوع وهؤلاء طلابها فإن أردتم أن تنهشوا فيها كما تعمل هذه الكلاب فكونوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا في زراعة ما ينفعك في الأخرة أن تزرع فيها وعمل لدنياك كأنك مش حكمة يا ابن ليست حكمة ولا حديث هذا مش حديث ولا حديث ولا حكمة حتى ولا تصفح أن تكون حكمة الحكم لا تحمل على التأبيد يعني كأنك دعيم ما هو في حد عيش أبدا كأنك دعيمة غرب لما تسمع الله يباريك فآدي الدنيا فالدنيا كما قال علي الدنيا ساعة يجعلها طاعة النفس طماعة عوتها القناعة الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست سلم يا رب وإذا أينعت نعت وإذا جلت أو جلت وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات لا أنا ودوها أمام الكاميرا للسادة المرشاهدية حكمة سيدنا علي عن الدنيا هكذا شخص الدنيا إذا حلت يعني صارت حلوة جميلة أو حلت يعني في الوحل في الوحل وإذا جلت كالعروس المجلوة يعني كده صارت لها هيلمان كما نرى عند الناس سبحان الله أو جلت تخيف الناس أخافت سبحان الله وإذا أينعت كأن الأثمرت يعني نعت خبر الوفاء خلاص بقى فلان فلان رحمه الله يرحمه الله فلان الأمانة خلاص دفن بالأمس وإذا أينعت نعت وإذا كست تكسر الإنسان بالعز أو كست تدواكسة خيبة دخلوا في خيبة لأنه لأنه يغثار ينسى بالكرشي والحراص عبد الملك بن مروان وقف كده كان عنده 21 سنة عمير المؤمنين قال أمام المرأة قال أنا الملك الشاب نعم الملك لو يدوم قالت جاريته يا سيدي لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك ولو دامت لك لن تصل إلى غير ولكن كما لم تدوم لمن قبلك سبحان الله لن تدوم لك لن تدوم لك لا إله خليها خليها اعبروها ولا تعمروها خليها ما أنا في الدنيا إلا كراكبة صدلت أحسى شجرة ثم راحها وتركها فالدنيا لما توضح في هذا وجدت لك دار لها بابات فالقضية أن أنا أزرح فيها الخير وأعمل فيها الخير وأبني فيها الخير ولكن كل ده اتغام مرضة الله وكم من ملك رفعت له علامات رايات سبحان الله فلما أعلى مات وهذه النهاية تكون لحي يعني هل أفهم كلام فضلتك يعني أن أعتزل الدنيا ولا أعشف الدنيا أنا لا أحب طلاقة الدنيا لا اللي أتزوجها غيرونا لا ونحن لن نتزوجها زواج أبدي وإنما نستخدمها ولا نخدمها يعني يجب أن نستخدم الدنيا ونستخدم الدنيا ولا نخدم لكنها يعني متربعة في قلوب كثير من العباد لقلة وجود نور الحسنات داخل قلب العبد فلما الصحابة عظموا الآخرة صارت الدنيا وصارت تخدمهم نريد مثلا من قصص الصحابة مثلا كان قبل الإسلام فيه الدنيا كبيرة في قلبه كبيرة وحينما أسلم ترك الدنيا وطلقها رحمة بن عرف كان اسمه ومصعب بن عمي كان اسمه الشاب المعطر مصعب بن عمي كان جميل الشاب المعطر لأنه من عائلة من عائلة ومرفع وخالي يلبس الحرير فلما أرسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لعادة من الناس قالوا في باعة العقبة الثانية طب أرسل معنا حد يعلمنا أول سفير في الإسلام فراح فما من بيت إلا ودخل الإسلام عن طريق مصعب ويقول ده بميزان حسناته أول سفير أغلب الأنصرات إيه فاختار الرسول صفراء طبعا عليه الصلاة والسلام نعم لأن لا يختار إلا بميزان والميزان كتبه سنة ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يريه الله عز وجل أي المهم فلما جمع يتسينوه في المعرأة لما استرزق الشهادة كانوا يغطوا رجليه وجهه يظهر يغطوا وجهه بثوبه لأنه ما عندهش أثواب ما فيش كفن هذا الشاب المعطر المعطر سبحان الله والرسول وجد يديه من العمل وكده قال رأيت هذا الشاب ولا أعطر منه في مكة قبل الإسلام قبل الإسلام وهكذا نغطي وجه والله إني أرى الحور العين تجتمل فغضى الرسول بصر جاء الله فهذه الشاب المعطر سبحان الله صهي بالروم فلما جيه هاجر خرجوا عليه قريب قالوا لا 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 رح فيه فيه تجيت أنا بتاع من الروم بعبد صعلوك لقي ما بقى لك بيت وبقى لك أرض وعجتوا هاجر كده لمحمد كده يعني سبحان الله يترك قال أخو خذوا البيت وما فيه والأرض بما فيه حتى خلعوا حذاء فهاجر من مك من مك إلى المدينة المنورة ما يقرب من خمسمائة كيلو متر حافيا فوصل بعد ثلاثة أيام من شدة الجوع دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في يديه بعض سلم وأخذ يأكل ويقول له الرسول ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا هؤلاء هم ملوك الدنيا وملوك الآخر ملوك الدنيا وملوك الآخر إبليس والدنيا ونفسي نفسي نعم النفس أمر بالسوء لازم أرقيها للوامة أرقيها لمطمئنة أرقيها لراضية لمرضية لملهمة لكن أرتكس عند النفس الأمر بالسوء هذه مصيبة من قلة الحسنات أيضا نعم ثم الهواء الإنسان يجنب الهواء يشوف دايما إيه اعمل عكس ما تقول له نفسك وهواك هجلك بالليل أنت عايز تنام ولا تقوم نتصلي النفس يقول لا نام تتعبان وبعدين عندك شغل الصور قلوا لا قلوا أنا أقوم أصلي والوقت هذا جندي من جنود الله والصحة من عند الله عز وجل ولا لما أقوم إن شاء الله ربنا هيكرم فنتضبط حياتك فقهر الهواء فإذن هذه العقبات التي تقف أمام الإنسان بصناعة الحسنات بركة الله فيكم فاصل قصير ونوصل للسماء لفضلاتكم مشاهدينا الكرام ومستمعنا العزاء نوصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام ومستمعنا العزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا مرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم عمر عبد الكافي ثانية يعني حوالي الأعداء من الأربع جهات إبليس والدنيا والنفس والهوى سأل أبو بكر الصدق سؤالا كيف الخلاص وكلهم يعني هل لك أن تجيب على هذا التساؤل العملية قياسية بمعنى لما أبو بكر يقول أن إبليس سلط عليه فبدلا من أن يقوم الليلة كلها قام نصفها الله وبدلا من أن يقوم ثلثة الليلة قام ثلثة وإن أن يتبرع بماله كله جاء الشيطان فجعل يتبرع بنسو ماله فالمسألة هنا قياسية نتظن أن الشيطان تبرع بماله كل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تبرع بماله وقال الرسول تركت لهم الله ورسوله يعني أنا بضرب الأمثلة ما يحزن أبو بكر درجة الكمال في العبادة الله يرضى عليه فلما ينزل عن درجة الكمال المال هو بيحصل على 98% مرة جاء 95% يقول إيه ده ده إبليس هذا إبليس كيف الخلاص منه ها طبعا نحن ماذا نقول ما هو قال ابن مسعود أسمع فتاوى كل يوم عشرة أو عشرين عشرة أسئلة أو عشرين تجيبون عنها لو سؤل فيها أو في وحدة منها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل باتر هو فيه مالكو عندكو إسهال فتاوى زعلان زعلان من إسهال الفتاوى اللي موجود عند الصحابة والتابعين صب لا لا وكان ينداش من كثرة الأسئلة أيضا إيه من كثرة الأسئلة والناس بتجيب وتتعجب من الإجابات تقول لا 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 وأنتم تجيبهم كمان ده عمر لو سوف واحد يجمع لبدن الأول ويسأل الموضوع إيه القصة الحكاية ينفع أو ما ينفعش صب فهي ده هي قياسية هي قياسية صحيح يعني فلما أقول إبليس والدنيا بهذا المنطق لكن لكن كيف نتخلص نحن أيها من دلعا أولا الأموال التي نكتسبها نحن لا نراجع رب العباد فيها ولا نراجع أنفسنا ما المفروض علينا عمله مفروض أن مالي سوف أسأل عنه من أين اكتسبته وفيما وفيما أنفقته فذا لما أكتسب مال نتيجة أنه العاذب الله موظف عام يرتش ويأخذ تحت ما يسمى عنوان الهدية وقلنا من قياس الرشوة أولو مكت في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء ابن اللطبية وصل الغرب بالفطرة إلى أن أي رقم معين تصل به هدية المسؤول يعني مثلا في إنجلترا يصل الأمر إلى 80 جنيه سترليني الرشوة لا مش الرشوة هدية الموظف العام يعني مثلا رجل رئيس وزراء أو وزير أو مسؤول تجي له هدية أثناء عمله لو كانت تكبر عن 80 جنيه سترليني ترد للحكومة ما لا يأخذها لنفسه كانت أقل يبديم هذا المنطب وما اهتدوا بالفطرة إلى ما أقره الإسلام في البداية صحية لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز واحد جاي جاي من العراق وريح على الشام وعلى دمشق هدية أمير المؤمنين قال أنا لا أقبل الهدية قال الرسول قبلها نفس الأود أعزونا نقولها الآن أعزونا قال عمر مغلقا الباب عن كل الجلسين على الكراسي كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة الله أعلم ليه لأن الرسول أنت كنت تعطي هدية يقول لك لا خلاص مدام أنت تعطي هدية صلاة الظهر لن يعطل الشرع ولن يحابي أحدا على حساب أحدا لأنه ما ينطقه عن الهوى صحيح أما إحنا بشر نحن بشر سبحان الله يعني البشرية عبد الملك يعني حتى لا ينبغي أن تقال هذه الجملة اللي يقبل الهدية لا رسول قبل الكلام على عواهنة نحن لسنا كالرسول لا رسول قبل الهدية لا الرسول قال تهاد وتحبه أما مش أهديك وانت موظف عام لا وطل خدمة نعم وطلب خدمة وحتى طلب الخدمة ما هو المدرسات في الصفوف الدراسية مش بيعطوهم بعض التلاميذ اللي يقولهم هدايا لا ده بالمناسبة نهاية السنة حرام هذي مش بساعة حرام هي لو درست للولد ده بعد ذلك أو البنت دي السنة القادمة هتحابي أم لا مش هتحابي هتحابي ناسي بخير طب يعني ما هي الرشوة في استطرات جانيبي لأن كلنا يسأل عن ما هي طرق يول فعلا هدية محبة إكرامية قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول غلول هذا نص الحديث معظم واضح لما موجود أغلق الباب قطعت جهيزة مش جهيزة قطع الحديث قولة كل خطي صحيح هدايا العمال غلول غلول يعني تغلوا صاحبها في النار يوم القيام لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هنيئة لا اشتهادها رسول الله قالوا ما أدراكم لقد اشتعل عليه قبره نارا من أجل شملة قد غلها دون واتش حق وهو محارب يا الله وحق في الغنيمة ولكن دون إذن القائد أخذ الغنيمة قبل توزيعها فغلها فهذا العمال غلول سلم يا رب وذلك هذا إيه سوف يأتي الذي غل يوم القيامة بعير له ثغاء أو شاة لها رغاء أو شاة طيعر وإيه وشاينها على رأس على كتف إيه يا الله القضيح ده مقياس الإيه مقياس البعير والشاة لكن بمقياس الأرض والمباني والبنايات والمصانع يشيل يحملون أوزار يحملون أوزار وأوزارا مع أوزاري ماذا أوزار شيل وزره وزره طبعا والتانين إيه أصحاب المظالم وقفل له على الصلاة تعال بحفي ادفع انا ادفع ادفع حسنات واخلص للحسنان خذ سيئات لتردون المخيط والمخيط يا لطيف قال عمر بن الخطاف اللي يتني أموت كفافا لا علي ولا لي كده أنا عايز لحسن ولا سيئ عموت كده كده بس كده زي من زلط فإذا القضية مش يا سبحانه قال أبو درداء وهو يموت ليتني كنت كبشا أملح ذبحاني أهلي واحتسوا مرقتي وقال أبو الدرداء حتى لو سأل يوم مكتين وقال أبو الدرداء ليتني كنت شجرة طعطط يجلس الناس في ظلها ثم يحرقونها فيستدفعون بها يا لطيف عمر بن الخطاف لما مسكت ابنى وهو يتألم لما طعنوا قال ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتني كنت نسيا منسية عمر بس كنت تبنى كده والليتني كنت تبنى تبنى إله إلا الله لأن الصالح المكتل من الحسنات ربنا يرفع من أمامه الحسنات دائما فيرى نفسه مقصرا فيصنع أكثر وهذا من رضا الله عليه الله أما التاني ربنا يكبر طول حياته أنا حجيت سنة 48 إنما حجي إيه بلنش طب هل يعني تحصيل كثرة الحسنات وزيادتها لدى العبد يتنافى مع الإخلاص الكلام فيها إخلاص أم غير إخلاص لا هو رجل سأل النبي قال يا رسول أصنع الحسنات فأسروها فتظهر فأفرح يعني أصنع الحسنات وإلى الله أخي المسجد الفلان ده فيفرح أن نعمل خير قال لك أجران لك أجران أجر الحسنة وأجر الفرح بالحسنة مش أنت تعالوا من الحلقة الفرح الفرح بالحسنة يعني أنا أن نفرح قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح هو خير من مهجمعون الله ملك كرام الله جميل أزاي الله ونعم الله قل بفضل الله أنا أفرح أنا أفرح بفضل الله لما كده لما تقول سبحان الله يعني سيدنا موسى لما هزه هزته خطبته وبكى بني إسرائيل لا الله بني إسرائيل لا يبكون إلا من خطة بليغة مش موجب بني إسرائيل يبكون لا يبكونش أبدا إلا إذا ضاع الماله من عندهم بس حلو عيد يبكون فيه لكن غير كده فبكى كل بني إسرائيل فريد اقترب منه كده قال له يا كريم الله هل هناك على وجه الأرض أنا النبي الرسول الكريم بعدين أخطب خط بنته تبكو ذا زرنا فهو فيه خطيب عقد حمامي وبعدين ندل على قصة الخطرة إلى آخر فالإنسان لما تهزه الحسنة دا شيء طيب بس إيه بس لا يرأي به في خط رقيق بين الفرح بالحسنة والرياء كيف يعني أنا إيه أحب لما أول معك كده عايز أذكر لك حاجة كده أن أنا إيه قول لك والله يا ابني عارف الساعة أربعة وربع كده الصبح الكلاب كانت كثيرة في الشارع بطريقة عجيبة قول لها يا ابن الله وانت إيه رجعك الساعة الرابعة والربع دا وقتي أنا كنت في الشغل بقيتش في الشغل ولا عم لا يا ابن الله ساعة فقات الفجر يعني بتعطو عليه يبنى روح تصلي دا هو أطو هباء ابن الله يقول لخوة حسنتك مما إيه مما صليت من أجله يقال لك مصلي لا 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 لكن علي زين العابدين ابن الحسين من الله يرضى عليه ولكن 40 سنة فقراء الكوفة طب من اللي بيحط الأكل من اللي يضع الثياب على الباب يضع المال من تحت العقب الباب من إلا لما مات علي زين العابد بعد 40 سنة زين العابدين علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه ابن عليه فلما غسلوه وجدوا أثر الحبال على أكتاف لما كان يحمل قرب الماء وأكياس الدقيق والسكر للفقراء ويخبأ ويخبأ سبحان الله سبحان الله وأم الحسنين فاطمة رضي الله عنها كان مؤثر على رقبات الحبل وتحمل القربة لتسقي وترعى مال علي وناقت سبحان الله يعني إذن له أن يعني يفرح بهذه يستبشر يسعر يسعر شوف ومقياس صحيح مسلم شوف وده حديثا يعني كده عشان خوالنا وأخواتنا ما يعني ما ما يضيقوش ضرعا بنا من اللي تاني أن إن سرّتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن إذا سرّتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن معيار طيب تعمل الحسن الحمد لله إيه شوف معطيه دي لا تفرح بالحسنة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا الله لأنه مرة ثانية لا تفرح بالحسنة لأنها برزت منك لأننا صنعتها لا 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 ولكن افرح بها لأن الله جعلك أهلا لها كم من أناس ليسوا أهلا للحسنة ولا للطاعة صحيح الحمد لله ما تفرأ يعني سبحانه إنما المعطي هو الله فأنت تفرح أنها إيه الله يحبني ويستردني فاخترني من العباد أن أعمل الحسنة هذا هو مقياس طيب أن يفرح بالحسنة ويساب السياء وهذا السرور يعني سبحان الله يضاعف لك الأجر يعني أنت عملت الحسنة هي في ذاتها إيه لك فيها إيه أجر ثم سررت بها هذا أجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن العبدة لتخطئ يده كيسة نقودة يعني أنت حاطة الأموال بتاعتك في الجيب ده فأنت سيت وضعت إيدك في الجيب فوجب قلبك فلوس فيه أعرفي قال تحت ذنوبه كما تحت ورقه الشجر في اليوم الشاني الله أكبر من الرحمة العايز يخفع شو أنت ضعيف والمال والمصروف الشهر معنا شيء غير طيب أن قلبك يرتجف لكن منكرم الله عليك رحمة الله منكرم الله الله أكبر فالعبد لما يتفكر كده يجد دين شيء جميل ويجد أنه في معية الله سبحان الله ذلك يقول لك يا أخوة أنت ما تزعني نغضب نحن إذا رأينا حرمة من حرمة الله تنتهل نغضب إذا وجدنا نحزن إذا وجدنا حال الأمة صعب لكن لما الإنسان يكون في معية الله بالحسنة نشرح صدر وبعدين أي إنسان يقلل من فعل الحسنات فهو ثغرة في جسد الصف الإسلامي طبيعي طيب سؤال يعني ربما كان من المنطقة أن نسأله في البداية لكن بعد هذا التجول والتوطف نعتقد أن الوقت مناسب ونبقى له هل الحسنة معيار من خلال النصوص القرآنية والسنة المثبتة عن رسول الله سيده السلام أم هي كل ما يراه الإنسان حسنا لا سيدنا عمر الله يرد علي عبقر الأمة هذا تعبير رسول فيه عليه السلام فلم أرعب قريا يفري فرية يعني وصف وهكذا فسيدنا عمر يقول إيه اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه يعني قالوا يا أمير المهن هم ناس صاحبهم وفهموش فقال أخلصه ما كان خالصا لله وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة أخلصه ما كان خالصا لله لا يشرك به أحد لا يقول إيه والله تبرع فلان الفلان اللي دار لي تأمى بمعات أنا مش خالص فبرك الله فيه أكثر ونشده ونديله جيزة ونديله شهادة ونعلقه هذا لا يقبله الله ليس خالصا لوجهه أنا أغنى الأغنياء عن الشرك هذا حديث قدسي نعم فمن أشرك في عمر مع غيري ودعت نصيبي لشريكي أي أن كان هذا النصيب أنا رايح المسر عشان أصال العشاء والعشاء فرض وده في محبة الله وأسعى إلى المسر ولكن برضو إيه هقبل فلان عشان يوقعلي على القرار الفلان الله أكبر ما ينفعش ما ينفعش يعني يشوف كوهين ينعي ولد ويصلح ساعات ما ينفعش لا لا يعني يتنعي ولد يتصلح ولله المثل يتعبد يا الخلق يا المخلوق أخلصوا ما كان خالصا لله وأصوابه ما كان على الكتاب والسنة إذن معيار يحس الكتاب والسنة أنا أروح عن دراح من الأدراحة أوقت شامعة وده تشوف عملت خير أهو لا مش خير لا بالخير يجب أن يكون منضبط بالكتاب والسنة يبقى تعمل شيء كده وده كده من عندياتك طب إذا كان لا يعلم لا يعني إنما شفاء العي السؤال صحيح ليه لما يكون عينه أجعي يروح للسباك ليه طبيب العيون مش معنى في الدنيا فالح وفي الآخر خاص إذن الحسنة ليس ما يراه الإنسان لا 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 ليس نظر الإنسان لا لا شوف شوف أهل السنة والجماعة الحسن ما حسنه الشرق أيوة تمام المعتزلة قال الحسن ما حسنه العقل أوه نظم لا لا كده لا كده لا الحسن ما حسنه الشرق ما يراه الدين حسنا فهو حسن وما يراهه سيئا وقبعا فهو سيئا وقبيح مش من عندياتك أنت أنت لا تقيس وإذن يعني حول هذا الإطار الكتاب والسنة أو أخلص العمل وأصوابه حياتنا كله هذه شعب الإيمان شعب الإيمان داخل إطار الكتاب والسنة أما تخرج عن كتاب سبحان الله قال فلما جاوز قال لفتاة وآتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب طالما أنت داخل حدود الله فأنت في راحة فلما جاوز أي خرج عن الحد لقينا نصبه النصب والتعب ليس إلا من الخروج لكن لو عندها في الداخل لا تتعب داخل حدود الله أنت في راحة داخل حدود الله أنت في معيته ويستمتع بحياتي أيضا الله أكبر أنه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة والله يا بني كما قال حسن رسل نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بسيوف وهي نعمة الرضا عن الله وفي الله ونعم بالله يعني نود من فضيلتكم دعاء نختتم بهذه الحلقة ولسيما أنها كانت تدور حول السرور بالحسن الله يرد عليك يا رب تفضل اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم جمّل أعمالنا بالحسنات التي ترضيك يا رب العالمين وجنّبنا مسالك السوء يا أكرم الأكرمين اللهم أكرمنا ولا تهننا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا منصرنا ولا تنصر علينا اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا واهدنا إلى أحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وأوقفنا بعيدا عن سيء الأعمال إنه لا يوقف عنها إلا أنت يا رب العالمين هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات واجمع قومنا وأهلنا واجراننا وكل المسلمين على كلمة يا إله إلا الله محمد الرسول الله واختم لنا منك بخاتمة السعادة الأجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله فيكم وفضلاتنا وعلى أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله شهدين الكرام ومستمعين العزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الفضيل فضلة الدعاء الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ترجمة نانسي قنقر